اشتركوا في القناة وطبعا المحلول ده بترشع النبات من المغرب للفجر ما ترشش في وقت الضهر عشان بيسبب لك مشاكل على النبات حتى لو مية بس ما ينفعش ترشها في وقت الضهر اول حاجة هنجيب حاجة فاضية زي كده و هنجيب الماء عادي و هنفضي يا جماعة المية بالشكل ده طبعا انت هتعمل على قد احتياجاتك يعني تشوف انت هتعمل قده عاوز محلول قده هيكفي النبات عندك عندك اشجار عندك نبتات صغيرة وطبعا يا جماعة انصحكم انت تعمل كل مرة على قد المرة بس او مثلا لو هتعمل وترش بعدها بيوم ولا يومين مفيش اي مشكلة بس حاول ما تركنيش في التلاجة اسبوع ولا حاجة وحاولوا يا جماعة تعملهم كل مرة قبل ما ترش بخمس ست ساعات كده ولا حاجة تعمل المحلول ده ما تعملوش وتركنه ما تعملش يعني كمية كتيرة وتركنها لان محلول سهل جدا مش مستاهل لانت تعمله وتركنه وحبتدي ازود كمان شوية مية ده مية عادية يا جماعة مية عادية ملاش اي حاجة حبتدي اجيب الخميرة اللي بنستخدمها في الاكل في منها الخميرة الفورية وفي منها الخميرة اللي معروفة في مصر بالشكل ده اسماها الخميرة البيرة اي حاجة عندك هتنفع بس المهم اللي انت تجيب خميرة وتعملها بالطريقة اللي انا هعملها اذا كانت فورية او خميرة بيرة اللي موجودة عندك الخميرة ده اللي بنعملها في العجينة بتاعت العيش او بتاعت البتزا هنبتدي يا جماعة دلوتي عندنا شوية مية زي دولت حوالي 3-4 لتر هتبتدي تجيب حتة قد كده يا جماعة هنزودوها شوية طبعا انت هتعملها كزا مرة مش مرة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده هتفرقها في المية بالشكل ده و هتدفلها شوية سكر صغيرين وما تدفوه السكر كتير عشان ما يجيبش نامل على الزرق اللي عندك و هتبتدي تعمل كده في المية لحد ما الخميرة تدوه في قلب المية بالشكل ده و طبعا يا جماعة حاولوا ما تزودوش الخميرة اول مرة يعني حاولوا تعودوا النبات تدرجيا لان النبات مش متعود على حاجة زي كده و طبعا يا جماعة ما تجي تعمل المحلول ده ما ينفحش تغطيه لازم تسيبه مكشوف كده و هسيبه خمس ساعات كده وارجعلكه تاني و ده يا جماعة شكلها بعد حوالي خمس ساعات هتكون بالشكل ده طبعا هتقلبها تقليبة وتعبف البخاخ طبعا يا جماعة شايفين نقلب كده عشان بس ايه المية هتيبه كل المحلول في المية كويس متقلب كويس في المية و هنبتدي دلوقتي نعبف البخاخ بالشكل ده و دروقتي نعبف البخاخ بالشكل ده نحب بالسوء قدي Berl TEIS و دراقي قرار نبتدي căبت التاكمل والتي نقلب البخاخ بالشكل ده قرار هم نبتدي عمل جزازنال نبتَ ونجيب اي نبات عندنا وممكن يصلح معاكل النباتات اللي عمرها صغير زي كده يعني النباتات بعد 10-15 يوم ممكن تديها المحلول ما فيش اي مشكلة وطبعا هنرش كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين هترش على الورق تحول تجيب على الورق من فوق ومن تحت زي ما حضراتكم شايفين كده وطبعا هتعمل كده على كل النباتات اللي عندك واهم حاجة يا جماعة وانت بتعمل كده ترش مثلا من بعد العصر بشوية كده للفجر حاول ما ترشش كده على النبات في اللي هو وقت الظهر اللي بيبقى يكون الجو في حر لان المية ما بتجيب على الورق كده ويجي الشمس طول الورق فبتسبب لك مشاكل في النبات فحاول اللي انت ترش على النبات في وقت يكون بعيد عن الشمس وعن درجة الحر المرتفعة ويا ريت لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير ولو كنتم مش مشترك معنا يسعدنا انضمامك معنا في القناة والسلام عليكم